اشتركوا في القناة وهنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن مود السنجل بلوك وازاي اقدر افعل مود السنجل بلوك مع مود الاوتو وايه تأثيره على الماكينة مبدئا احنا هنفتكر مع بعض مود الاوتو مود الاوتو هو بقدر اعمل عملية تشغيل او افعل برنامج كامل على الماكينة بمود الاوتو وبعد كده بضغط على سايكل ستار فالتشغيل بيبتدي بقرأ سطر البرمجة بيبتدي بعد ما بينفز سطر بيخش على السطر التاني السطر التالت الرابع الخامس وهكذا لحد ما بيخلص البرنامج ده مود الاوتو او اختصار لكلمة اوتوماتيك ان هو بينفز البرنامج سواء مئة سطر او مئتين سطر او عشر تلاف سطر بينفز كل السطور كلها وراء بعض من غير ما اديله امر تاني لكن مود السنجل بلوك لا هنا بيفعل كل سطر لازم اديله سايكل ستارت او لازم ياخد من اردر ان هو يشغل السطر محدد طب ايه فايدة السنجل بلوك اللي انا اتحكم في تشغيل كل سطر على حدة اه لو البرنامج في مشكلة او انا خايف من تنفيذ جزء معين على وعايز اتأكد شكل البرمجة اه هيبقى ازاي اثناء التنفيذ او اراجع البرمجة مع التنفيذ التشغيل بتاعي فببتدي اعمل اه بفعل مع مود الاوتو وابتدي اعمل سايكل ستارت بعد اما بيروح لبوزيشن محدد او بينفز سطر برمجة انا عملت له سايكل ستارت هيوقف ويبتدي يقول لي اه انت عايز تعمل ايه تاني اه عايز تنفز السطر اللي بعديه ولا عايز مسلا تعمل سايكل ستوب هتوقف البرنامج ولا عايز ايه بالزبط فببتدي اقول له لا نفز السطر اللي بعديه هو دلوقتي المفروض راح لبوزيشن معين ووقف فهو دلوقتي بيقول لي انت كده مفعل الوردر اللي انت اه اديته للسطر برمجة خلاص احنا نفزناه ووقف المكينة هل انت عايز تنفز السطر تاني فبقول له سايكل ستارت ازا عن طريق اه طبعا هو وقف فهدي له سايكل ستارت تاني بعد كده سايكل ستارت تاني عشان ينفز السطر اللي بعديه وهكزا عشان يبتدي ينفز اه البرنامج بتاعي طبعا مود الاوتو اه بيكون الجميل فيه ان هو بينفز كل السطور دي كلها اوتوماتيك من غير كل شوية اضغط على سايكل ستارت ولكن فايدة موضوع ايه لو انا عايز اراجع البرمجة مع التشغيل فده بيفيدني في ان انا اه اراجع برنامج انا اخدته من الكام و اه اراجع التشغيل بتاعي مع البرمجة عشان افهم لو انا عايز اعدي الجزئية معينة في البرنامج ياريتنا حاول نطبق شرح المحاضرة بشكل عامل على برنامج محاكاة وان شاء الله لنا لقاءة اخر في محاضرات تعليمية في مجال مختلفة تواصل معنا لو لديك الرغبة في الحصول على برنامج لتطبيق محتوى المحاضرة بشكل عاملي وبتوفيق للجميع. شاركة هي اول شركة في الشرق الاوسط معتمدة من رين ان تكنولوجيا العالمية في تدريب وفريق العمل تم تدريبه بالكامل على عيد الخبراء من لا يحصل متدريبين في الشرق الاوسط على اعلى جودة التدريبية نتميز بيها في ومن الممكنة حصول بعد فترة التدريب والكياز اللي متحامت. اه الحصول على شهادة معتمدة من الان اه في على موقعنا. اه بتقدر انت تتأكد من اه مصدقية الشهادة. اه بتدخل الخاص بالشهادة في مكان والتعمل وتعمل فهتظهر لك النسخة من الشهادة بتاعتك. اه اه اضافر لدينا ايضا اه اسطوانات تعليمية متخصصة في مجال على موقعنا. بتقدر تحامل مجانا. فهيزهر معك اه بتقدر تعمل البيانات بتدخل بياناتك وايميلك ودولتك. اه كل بيانات بتاعتك. بعد كده بتفعل الحساب بتاعك عبر الايميل. اه ثم اه تقوم بتحميل الاستوانة التعليمية. وبالتوفيق للجميع. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر